يا مساء الخير وأهلا وسهلا بأحلى جمهور والله أحلى جمهور في الدنيا كل الأهلوية اللي بيتابعونا ويبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة حتى وانتوا غضبانين حتى وانتوا زعلين برضو أحلى وأعظم جمهور في الدنيا مساء الخير عليكم هنعمل ايه النهاردة هنكسب ولا ايه هنكسب ان شاء الله بإذن الله والدوري في الملعب اه لسه الدوري في الملعب وخدها مني كده يعني وانت مغمض عنيك زي بقول إذا كنت فاكر انه الأهلي أو غيره يقدر يكسب كل المطشاط وكل البطولات اللي ب ياخدها فأنا بقولك يعني يا عزيزي أنت واهم مفيش فريق في الدنيا هي قدر يعمل ده البرازيل نفسها وهي بتستضيف كاس العالم خسرت بالسبعة على أرضها ووسط جمهورها البارسة واحد من يعني من التايكونز في كورة القدم خسرت تمانية في دوري الأبطال ومشافش بطولة بقاله كم موسم منشستن يونايتد ما شمهاش لا جوه ولا بره وغيرها 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 للقصص والحكايات كتير جدا فما تاخدش الأمور قوي على أعصابك كده حتى لو لقدر الله خسرنا الدوري السنة دي مش مشكلة مش مش الدنيا ما وقفتش وما انتهتش الكرة دايما زيما بنقول للمتعة تخدش الأمور على صدرك وعلى عصابك كده وأنا بقول لكم أنا بالنسبة لي الدوري لسه في الملعب عايز تصدقها وتشتريها كأنا بيها مش عايز برضو أنت حر دي وجهة نظرك وانت حر فيها على كل أحوال الأهل يفارقوا النهاردة مباراة في منطقة الأهمية وكل مطشاط الأهل المتبقية مهمة جدا وزي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت المطلوب من فرقتنا أنها تحاول تستعيد جزء مستواها والأهم من ده أنها ت تكسب كل المطشاط المتبقية ونشوف بعد كده الدنيا هتروح بينا لفين قبل ما نروح لمعسكة الفريق ونشوف اللمسات الأخيرة والساعات الأخيرة مقابل مواجهة فاركو خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم في التفاصيل ونستطيع أن أقول الحقيقة بي أش جي الشر هو منتخب العالم منتخب العالم بمعنى الكلمة يعني فريق بيسعى لتحقيق لقب دوري الأبطال نفسهم في نسخة واحدة نفسهم في بطولة واحدة فجابوا مين؟ مبابي ونمار وميسي وفيراتي وباريدس ودراكسلر وكيم بيمبي وسيرجي راموس وأشرف حكيمي ودونرهم وغيرهم 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 ومش قادرين يحققوا لقب بطولة لجم هي البي أش جي بطلت تشجع ولا فقدت الأمل في فريقها ويحقق بطولة دوري الأبطال على كل أحوال إذا كنا عايزين نتطمن على اللمسات الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل مواجهة فرقه النهاردة بالليل خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة الفريق نعرف منه أخبار فريق نقيا كريم مساء الخير مساء الخير عليك الزميل عزيز أحمد سمير تحياتي لك طبعا في البداية وتحياتنا أيضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي تحديات صعبة زي ما قلنا ممكن وظروف قصية جدا الحقيقة على عيبة النادي الأهلي لكن في كل مرة في كل الكلام في كل الأمور ثقة كبيرة جدا في كل اللاعبين ده المتاح وده المطلوب وهي دي الظروف فلابد أن احنا نتعقل مع هذا الأمر بكل ما فيه بالصعوبات بالضغطات بالإصابات بالإجهاد بكل الأمور الخاصة اللي بتمر الحقيقة على عيبة النادي الأهلي في زل التوقيت صعب جدا لكن من خلال التحضير طبعا مستر ريكارد وسوارشل الموديل الفني التحضير الأخيرة الحقيقة يعني بزل فيها موجود كبير جدا من خلال متابعاتنا ليه التدريبات رغم ديق الوقت لكن الراجل بيحاول تصحيح أخطاء بدون بدل جهد بدني وده أمر مهم جدا من كرات السابتة التحركات كل الأمور دي لكن انت عارف يحمد طبعا احنا بنفقد عدد كبير جدا من لعيبة وفي خطوط يعني بتبقى صعب جدا انت توظف أكتر من لعب عشان يدي الباور الكبير جدا اللي احنا المعتادة لعيبة النادي الأهلي محمد فتح بيغيب كريم فؤاد بيغيب 11 لعب نهاردة بيغيبه لأطراف مش متواجدة عندك فرود وحيد ملوش بديل خارج دكة قلب ودلاء الأوراق اللي بره فيها صعوبة بلغة الحقيقة على مستر ريكارد وسوارشل المدير الفني لكن ان شاء الله بإذن الله الدور المهم هو دور جمهور النادي الأهلي في ظل هذه الصعوبات دور جمهور النادي الأهلي مهم جدا لأنه هو ده اللي بيعمل بوشنج بشكل كبير جدا للعيبة النادي الأهلي كل الصعوبات اللي متواجدة معنا كلها ان شاء الله تكون دوافع لفريق النادي الأهلي قاتل لآخر ثانية نتيجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى لكن نبزل كل المجهود كل لعب يبزل كل اللي عنده ان شاء الله فيها دي المباراة اللي بنتمنى ان شاء الله بإذن الله مع السيقة الكبيرة مع العيبة النادي الأهلي ان احنا نقدر نتخطى هذه المباراة الحسابات وباقي قد ايه من الدور كل الامور دي مش هنتكلم فيها لان احنا بناخد مباراة بمباراة زي ما عودنا الجهاز الفني وعودنا للنادي الأهلي فان شاء الله النهاردة في ظل الغيابات الكثيرة جدا لفريق النادي الأهلي نقدر ان شاء الله بالحضاشر اللي يا رب يكون موفق الحقيقة مستر ريكارد سوارش في اختيارهم للتوظيفات دكة البودلاء احنا امكن واحد وعشرين لاعب هيخرج حارس مرمى وحيد والعشرين متواجدين في دكة البودلاء والحداشر اللي يكونوا متواجدين عشان كده بقولك احمد الحلول صعبة شوية على الجهاز الفني الفريق النادي الأهلي لكن شاء الله بإذن الله بالإصرار المعروف وبالعزيمة وبالهتاف والتشجيع والمسندة المعتادة من جمهور النادي الأهلي شاء الله بإذن الله نقدر نتخطى هذه المباراة يكونوا ثلاث نقاط من نصيب النادي الأهلي نحن متواجدين في فندو اللي قامة وحضر الفنية يكون خليني أسألك يا كريم بعيدا عن الفنيات وهتكلم معك عن الفنيات شوية وعلى الأسماء اللي ممكن ترجع النهاردة ونشوفها سواء تبدأ المباراة أساسي أو تبتدي على دكة الاحتياطي الحالة المعنوية متابعتك للعيبة وهي يعني في معسكر المغلق قبل ما تشفركه شايفها ازاي يعني يقدر أقولك طبعا كل بيتكلم احمد في المباراة والكل بيتكلم في هذه الفترة والصعوبات الإصابات ممكن مسببة طبعا كل بيتكلم مين هيكون متواجد في متصف الملعب عندك ثلاث لعبين على الأطراف في صعوبة بلغة أحمد عبدالقادر طاهر الشحات متصف الملعب يغيب حاند كل اللعبة بتتكلم في هذا الأمر مين هيكون متواجد مين هيشاركة عايزين نبدل كل عند كل اللعبة بتتكلم في هذا الأمر لأن الظروف صعبة جدا السكواد اللي معاك صعب ان انت تقدر توظف به وانت محتاج ان يكون في عندك ورقة ربحة خارج الخطوط ده اللعبة بتتكلم فيه عارفة ان فيه زعل كبير جدا من جمهور النادي الأهلي وده الأمر الحقيقي اللي بتكلم فيه اللعبين عايزيني صالحه الجمهور لكن انت مضغوط يعني زميل احمد انت عارف انت مضغوط من تحكيم من ضغط المباريات من فقدان لعيبة في كل مباراة يعني صعب جدا أمر في منتهى الصعوبة الحقيقة على لعبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني عشان كده سخاتنا كبيرة جدا في ربنا سبحانه وتعالى يكون واقف مع اللعيبة يوفقهم في المباراة نخرج من المباراة بدون أي إصابات لأن خلاص احنا مقررين في كل مباراة لازم يكون في إصابات انت واصل 11 لعب بإصابات بيرسي تاو منعم أكيد طبعا إضافة قوية جدا وأسماء كبيرة جدا لكن الرؤية المعتادة اللعب اللي بيبقى راجع من إصابة وإصابة متولة زي بيرسي تاو أكتر من شهر هياخد جزء من المباراة إما لو نزل برضو مش هيدي الباور الكامير اللي احنا منتظرين منه منعم طبعا بشخصيته القوية جدا وإصراره وروحه وتضحياته الكبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله لو متواجد هناخد منه باور كبير لكن برضو الراجل راجع من إصابة عشان كده بقولك الظروف مستحيلة على لعبة النادي الأهلي لكن إن شاء الله زي ما لعبتنا عودتنا وزي ما جمهورنا عودنا فرغم كل الصعبات وكل الظروف دي عندنا الأمل وعندنا الثقة وعندنا كل الأمور إن شاء الله أن هي تقدر تساعدنا في مباراة اليوم بعيدا عن الأداء نادي الأهلي محتاج ثلاث نقاط من هيكون متواجد ده يعني أمر حباس متروك للجهاز الفني أي حد هيشارك في مكان مش مكانه يا رب إن شاء الله بإذن الله يبذل كل ما عنده والتوفيق إن شاء الله يكون معه وإحنا مش عايزين غير إن يوصل إحساس لجمهورنا إنه لعبتنا بتبذل أقصى مفوسعها التوفيق من عدم ودي حاجة بتاعت ربنا وإن شاء الله بإذن الله يتمنى النهاردة الثلاث نقاط تكون من نصيبنا دي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زي من العزيز كريم أحمد دي كانت أخبار الساعات الأخيرة من داخل معسكر الفريق يعني معسكر مغرق والحقيقة يعني يمكن بمناسبة الكلام اللي دار اليومين عن مسيماني والسوارش الحقيقة الناس دي اشتغلت في ظروف بصرف النظر عن حقق أو إيه يعني إذا كان مسيماني حقق أرقام تاريخية واحد من أفضل المدربين اللي جئوا مشتغلوا في مصر مش بس في النادي الأهلي أرقام صعبة جدا يعني صعبة جدا جدا بص كده الإنجازات مسيماني في الفترة اللي تواجد فيها حقق فيها إيه قصها بالمدى الزمني اللي قاعد اشتغل فيه قصها بالمعطيات بتاعت مرحلته مفيش معسكرات مفيش راحة مفيش فترات إعداد تلاقي إنه الإنجازات دي صعب على أي مدير فني يجي يشتغل في مصر أو في غير مصر يقدر يحققها بس بصرف النظر عن وصلنا لإيه أو حققنا إيه من أهدفنا في النهاية مسيماني كان أو ميستر ريكاردو سوارش الاتنين اشتغلوا في ظروف في منتهى القصوة وأعتقد كمان إنه من القصوة بنفس المعنى إن إحنا نحمل نجوم النادي الأهلي نتيجة إخفاق حصل لأسباب كلنا نعلمها لو عدت أتكلم فيها من هنا لغاية آخر الحلقة كلام سمعته مرارا وتكرارا ظروف قصية جدا تحملتها لعيبة النادي الأهلي معداش بيها لعيب تاني ولا عدت بيها فرقة تانية في مصر فممكن يكون لحد كبيران مش ببرر ومش بختارش أو مش بكلم أو مش بعلق عدم تحاينها لإنجاز السندي على شماعات لكن في النهاية في ظروف منطقية جدا كانت بتساهم بشكل من الأشكال في عدم تتوجنا سواء في بطولة كاس مصر أو في بطولة دوري الأبطال والكلام يبقى مع نهاية مشوار بطولة الدوري ونشوف هنوصل لغاية فين فاصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر فاركو الحقيقة من الفرق اللي قدمت أورايا اعتمادها الحقيقة بشكل كبير جدا في نسخة الدوري واحد من الوافدين حديثا على الدوري الممتاز لكن خليني أقولكم أنه أكتر حاجة لفتت نظري في أرقام أرقام فاركو السندي هو قدرات الفريق الدفاعية يعني الفريق مميز جدا 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 في الناحية الدفاعية ويعتبر أقوى خط دفاع في البطولة كلها متفوقا على الكبار وهنا الكلام طبعا على الأرقام مش على الأسماء نتكلم على فريق استقبلت شباكو 18 هدف فقط لغيره وبالتالي كان بالاشتراك مع بيرامدز ما قبل لمواجهة الزمالك لأنه بيرامدز طبعا شال 3 و3 كانوا يعني مؤثرين بشكل كبير جدا ومؤلمين وموجعين لكن في النهاية كان بيتشارك مع فاركو في أن هما الاثنين أصحاب أقوى خط دفاع برصيد 17 هدف لكن طبعا دلوقتي بعد الثلاثة بتوعه بيرامدز في مباراة الزمالك بقى مفردا هو صاحب أقوى خط دفاع وإن كان على نفس المستوى من التفاق دفاعيا تلاقي هجوميا أنه ممكن يكون فيه معاناة لأنه صحيح استقبل 18 هدف فقط لغير لكن خط هجومه ما سجلش غير 20 هدف بس وبالتالي لو فكر الجهاز الفني لفاركو أنه يلعب زون دفنس زي ما كل الفرق بتلعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتلاقي الفرقة كلها قاعدة في البوكس ووارا بتدافع كل 3 خطوط متمركزين قدام المنطقة بيدفعوا ممكن شوية نواجه صعوبة النهاردة وخصوصا في غياب معظم الأجنحة بتاعة النادي الأهلي للإصابة حابب أقف مع الصخرة بقى لأنه نهاردة عيد ميلاده والحقيقة وقى الجمعة واحد من اللعيبة اللي مشوارهم الحقيقة بيعجبني جدا وبحب ألفة نظر أي لعب صعد أو أي لعب منتقل للنادي الأهلي أنه وجودك في الفرست تيم أو انتقالك في الفرست تيم في النادي الأهلي أبدا مش نهاية المطاف بالعكس بص المشوار وقى الجمعة وبفتكر جدا 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 بداية وقى الجمعة لما جلنا من غزل المحلة تحديدا كان ساعتها وقى الجمعة مدفع جيد يعني مدافع كويس وما تقدرش تقول عليه فلتة وما تقدرش تقول عليه سوبرستار لكنه كان مدافع كويس لكن تعالوا نبص المشوار واقل بقى ومدى التطور اللي حصل في مستوى واقل جمعة لغاية لما وصل أنه يبقى مش أفضل مدافع على مستوى مصر ده أفضل مدافع على مستوى إفريقيا والحقيقة اللي هنا الأفضلية مش مرتبطة بس بإيجادته داخل القرى لكن حتى لما تشوف موجهات منتخب مصر منتخب الوطني المصري مع كبار الأفرقة المنتخبات اللي أغلب اللي بنقول عليها مدججة بالمحترفين ومحترفين على أعلى مستوى ما بنكلم على سامويل إيتو في الكاميرون بنكلم على دي دي دروكبا في كود ديفوار وغيرهم وغيرهم النجوم تجد أن نوائل جمعة الحقيقة نجح بشكل كامل في إيقاف خطورة أبرز وقعت مهاجمين إفريقيا المشوار ده مرتبط بمنتالتي مش بس مرتبط بقدرات وإمكانات شخصية حقيقة نوائل من ساعة مبتدى كورة مع الأهلي وصولا لللحظة اللي قرر فيها الاعتزال خد مشوار طويل جدا نجح أنه يثبت فيه الحقيقة أنه المنتالتي هي صاحبة الفضل الأول في النجاح أحيي نوائل جمعة على مشواره على نجاحاته على أرقامه وإنجازاته وبطولاته اللي أعتقد أنه صعب على أي لعب أنه يحققها على مدار مشاركته مع نادي طبعا بحجم النادي الأهلي أعتقد في فترة الحقيقة كانت فترة ذهبية تحت قيادة جهاز فني محترم مانويل جوزي ومع جيل حقيقة استثنائي من اللاعبين كل سنة وانت طيب يا صخرة طبعا بأكد من أخبارنا النهاردة يعني ما عنديش أخبار كتير بس فيه أخبار مهم أنه أنا أكلم حضراتكم عليها واحد طبعا خبر متعلق بحسين الشحات طبعا اللي أجرع عملية الحمد لله نكحة وحاليا هو موجود في قطر عشان البرنامج التأهلي وفي خلال أيام يرجع للقاهرة مرة تانية واثنين إنه روي فيتوريا الموديل الفني الجديد طبعا لمنتخب مصر اختار أو أعلن عن الجهاز المعاون ليه واللي بيدوم أرنولد تكسيرا مدرب عام سيرجو بورتيليو المدرب مساعد لويس ستيفز مدرب حراس مرمى وولتر دياز محل الأداء ومخطط أحمال ومن المنتظر بمناسبة طبعا دي لقطات لأعضاء الجهاز الفني مع مستر روي فيتوريا كل التوفيق لهم طبعا أمال كبيرة جدا معلقة عليهم وإن كان الحقيقة كل الجهاز الفني اللي حضراتكم شايفينه ده هيدفع جزء من الفاتورة زي ما الأهلي دفع كده لحالة العك اللي حصل في مصر فيه أو فيه ما هو متعلق طبعا بعملية التخبط وامتداد المواسم وتلحمها طيب دي أخبارنا الفقرة اللي جاية لعشاء البارسة الحقيقة يمكن أتوقع أنا شخصيا أنه معاناتهم هتنتهي بشكل كبير جدا مع بداية الموسم اللي جاي وخصوصا مع المستوى اللي قدموا بارسة فيه فترة الإعداد للموسم المركات القوي جدا والأسماء المعارة اللي انضمت لباشلونة فالكل متوقع أنه البلاو جرانا عائد بقوة في الموسم اللي جاي ده اللي هنسأله وده اللي هنعرفه هل انتهت فعلا أزمة باشلونة بعد سنوات من المعاناة لجماهير البارسة ده هيكون واحد من أسئلة هنسألها طبعا لضفنا فيه السادسة إخوان جيسبرت الرئيس السابق لنادي باشلونة وضفنا في السادسة بعد الفاصل مباشرة مواسم كانت هي الأسوأ بالنسبة الواحدة أو الواحد من أهم أندية كرة القدم على مستوى العالم نكلم على قلعة كتالونيا أو فريق برشلونة الحقيقة اللي استمرت معاناته لأكثر من موسم هزائم قصية عدم تتويج وتحقيق البطولات هروب جماعي أو نهاية جيل كامل كان الحقيقة سبب في تتويج برشلونة بعدد كبير جدا من الألقاب خروج الأسطورة ليوميسي كل ده الحقيقة ممكن يكون أو تكون الأسامات المتتالية دي على وشك النهاية ونحن على أعتاب بداية موسم جديد خلينا نستقبل أخوان جيسبر طبعا رئيس السابق لنادي برشلونة وضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا نشكره على وجوده معنا وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وأهلا وسهلا بك في السادسة مسائل خير على الجميع وشكرا لكم لتوجيه الدعوة وتحية جميلة لجمهير النادي الأهلي شرف لينا وجودك معنا على شاشة الأهلي والبداية الحقيقة خليني أخذ رأيك حال بتشوف أنه الثنائي تشابي لابورتا نجحوا في إنهاء أزمات برشلونة المتتالية على مدار مواسم كانت فيها أخفاقات النادي هي العنوان الأول وعدم قدرته على تحية الألقاب وإننا على عتاب بداية جديدة لبشرونة هذا الموسم في بداية الأمر أنا أتحدث عن شابي شابي هو ابن من أبناء النادي يعشك البرصة والبرصة في دماؤه وأعتقد أنه كان لعب جيد وسيصبح مدرب جيد وسكت رئيس النادي لم تأتي في شابي إرناندس من فراغ أعتقد كانت خطة كبيرة تحدث فيها أخوان مع شابي من أجل كيادة البرصة وعودة البرصة إلى الأمجاد وأنا أقول لكم انتظروا البرصة هذا العام مع اللاعبون الجدد البرصة سيقوم بأشياء كثيرة وسيعود إلى الواجهة أنا متفائل وأدعو جماهير البرصة في الوطن العرب من خلال القناة الأهلي أن يفتكروا دائما وأتذكروا دائما هذه الكلمات بأن البرصة سيعود يأكل الأخدر واليابس وسيعود كل جماهيره عن كل الإخفاءات التي حدثت له وحدثت للفريق في السنة الماضية وأكد لكم ذلك أن مشروع المدرب والرئيس سوف يسير إلى الأمام يمكن الرهان بشكل كبير جدا من قبل جماهير البرصة على الميركاتو القوي اللي أبرمه أو أبرمته ونجحت في تعاقدات الميركاتو الصيفي ده إدارة برشلونة لكن قبل ما أتكلم على رأيك في الميركاتو وأهم الصفقات وكيف نجح برشلونة في تخطي معاناته المادية يهمني أسألك وانت بتكلم على تشابي وهو واحد من أبناء برشلونة على دور لمسية اللي حقيقة أفرازت مواهب كبيرة جدا وإسماء كبيرة جدا نجحت في تحقيق ألقاب كتير لبرشلونة كارلس بيول تشابي نفسه وغيرهم من الأسماع الكثيرة لماذا تراجع دور لمسية في تقديم المواهب لفريق برشلونة جيد تفكى لمسية أكبر قاعدة وأكبر مدرسة كورا قامت بتخريج العديد من اللاعبين تشابي دومونيكو كالسيا كالسيا وهناك العديد أيضا كل هؤلاء هم خريجين للمسية وأنت على حق في هذا السؤال تراجعت مدرسة الكورا بعد أن يست وشابي لأن هؤلاء لعبون ذات طبيعة خاصة وذات قدرة خاصة أعتقد أن العمل مازال يقرأ على قدم وساق من أجل أن تعود لمسية تتصدر المشهد مرة أخرى لدينا بعض المشاكل أتمنى أن ننتهي من هذه المشاكل قريبة وتعود لمسية كما تعود الجميع بالنسبة لي كنت في لمسية منذ أسبوع وتحدثت مع اللاعبين الناشئين عن أهمية هذه المدرسة ولا يجب أن يتحدثون عن الاعتراف لأن هناك مشاكل مع وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون مع الناشئين من أجل خروجهم خارج أسبانيا يمكن تراجع مستوى برشلونة مش بس أثر على قدرة البرسة في تحقيل القب لكن الحقيقة يمكن يكون أثر بشكل كبير جدا على قوة مسابقة الليجة نفسها اللي فقدت إلى حد كبير جدا حدة المنافسة هل تتوقع أن الموسم اللي احنا على وشك البدء فيه يعني يشهد تغيير هل يعود الصراع القوي مرة تانية بين الريال والبرسة هل بتشوف أنه البرسة في ظل السكواد الجديد تحت قيادة شعبي عنده القدرة أنه يوصل لبعيد في مسابقة زي بطولة أو في بطولة زي بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لي شخصيا أعتقد أن البرسة هذا العام سيكون بعمل كبير وسينافس بجميع لعبي وسيكون الأداء مختلف جدا والليجة الأسبانية ستكون أقوى في النسخة العام القادم لأنك تحدثت عن شيء كبير وهو عودة البرسة للمنافسة على الصراع لأن البرسة ما كانه الطبيعي في الصدارة دائما كما تعودنا إن شاء الله البرسة من الممكن أن ينافس على الشامبيونز ليك وسينافس أيضا على كوبة للريك كأس أسبانيا كما ذكرت من قبل انتظروا البرسة العام القادم أنا متفائل وأقول للجميع شكرا من خلال قناة الأهلي شكرا للرئيس وشكرا لكل من تكاتف وشكرا للجماهير التي كانت في دار البرسة ووراء الفريق في أزمته لأن الفريق عانى وعانى خاصة بعد الإخفاق في البطولات المحلية والأوروبية هذه هي رسالة كبيرة لكل الفرق في العالم وكل جميع الفرق في العالم إذا ما مر الفريق بأزمة كبيرة يجب أن تكون في دار الفريق خاصة من كانت الفريق والبرسة على العام الماضي كانت لدينا العديد من المشاكل تم التغلب عليها في المركات خليني أسأل على السبب في وجود أزمات البرسة في المواصم السابقة هل من وجهة نظرك كان رحيل أو غياب جيل مميز من اللاعبين وأخيرهم طبعا ليو ميسي اللي غادر الحقيقة في خطوة كان ما كانتش متوقع لأغلب عشاء البرسة واتجه إلى باريس وتحديدا للبي أشجي ولا الأزمة كانت مرتبطة أكثر من نهاية جيل بفكرة أنه في أزمات اقتصادية وأزمات مالية عنيفة جدا دربت نادي بارشلونة بكل تأكيد الفترة الماضية أنت تتحدث عن أفضل لعب في العالم ليو ميسي ليو ميسي كان أقرب لعب لقلبي عندما كنت رئيس لبارشلونة وبكل تأكيد تأثر البارسة برحيل ليو ميسي لأن ميسي كان أكثر من 50% من قوة فريق البارسة وأعتقد أن المشاكل الاقتصادية أيضا أخذت جانب كبير في جوانب البارسة لكن العمل الجماعي والعظيم الذي قام بالرئيس قام بإنقاذ الفريق لكن كما ذكرته أنت متابع جيدا للدوري البارسة رحل منه العديد من اللاعبين بالتأكيد تأثره أما إذا ما تحدثنا عن أفضل لعب فبكل تأكيد كانت خسارة كبيرة للليجة الأسبانية ليس فقط للبارسة لكن كل ذلك سيمر وسيمر أكثر من ذلك لأن البارسة فريق كبير مع ليو ميسي أو بدون ليو ميسي مع كل الاحترام من كل الذكريات العظيمة داخل البولوجرانة لكن يبقى ليو ميسي ليو ميسي قبل ما أكمل كلامي على النواحي الاقتصادية والأزمة المالية اللي كان يعني منها ببارسة وجهة ناظرك هل تتوقع أن ليو ميسي يختم حياته أو يني مشواره مع الكرة في الملاعب داخل بارسلونة أو سيستمر مع سواء بي أجي أو الكلام طبعا عن إنتر ميامي في أولادة المتحدة الأمريكية أعتقد أن ليو ميسي هو رجل ولد ونشأ في بارسلونة ويجب أن يعود إلى بارسلونة للعب وختام حياته في البارسة إذا ما كان يسمع ميسي هذه الكلمات أقول له يجب أن تعود للبارسة لأننا نريد منك أن تختم حياتك هنا في أسوار النادي كما بدأ المال واحده لا يكفي ميسي وأوخلا إن شاء الله سوف تعود لتختم حياتك هنا تحت أسوار البولوغرانا لأن تاريخك وقصة حياتك يجب أن تنتهي من هنا لكن لا أعتقد أن ليو ميسي قد يعود في هذه الأيام أو السنة القادمة إذا لم يحدثنا عن السنة القادمة لكن أتمنى قد يختم حياته في البارسة ويعلم جيدا ما الذي ينتظره فهو دائما مرحب به في بيته وهو ناديه أرجع مرة تانية لأزمة المالية هل بتشوف أن أزمات برشتونة المالية انتهت ورأيك أو وجهة نظرك في فلسفة أو في مبدأ الرافعة الاقتصادية اللي حاولت من خلاله وإدارة برشتونة أنها تتجاوز الأزمات المالية المتكررة في السنوات الأخيرة والفكرة وتسويق فكرة التنازل عن جزء من حقوق البس الفضائي أو جزء من أرباح النادي في السنوات المقبلة في مقابل توفير سيولة لحل المشكلات المتكررة في السنوات الأخيرة رأيك في ده وهل ده ممكن يأثر بشكل إيجابي خلال المواسم المقبلة على مستوى برشتونة وعلى قدرته على شراء اللعبين أعتقد أننا نتذكر شيء نهام عن كرة القدم العالمية بعد الكوفيد كانت أزمة اقتصادية كبيرة هزت أرجاء الكرة العالمية ليست فقط في أسبانيا لكن في برسولونا كنا أكثر المتضررين من هذه الأزمة لم تكن سهلة على أندية كبيرة وعظيمة منها البرسة وهذا ما أكبر برسة على التخلي عن أكبر نجوم وأكثر اللاعبين لكن كما ذكرت كمنا بعمل انتقالات عظيمة بفضل حلاقات الرئيس وأعضاء النادى الذين تكتفوا من أجل عودة البرسة خاصة بعد الفشل الأوروبي العام الماضي أشياء كثيرة تحدثوا عنها وتحدثت عنها المجلس الإدارة أن حان وقت الصرف وحان وقت العودة إلى المسار الصحيح هذا فريق استحق أكثر من ذلك ولا يجب أن ينتظر البرسة أكثر من عام أو عامين من أجل العودة إلى البدلات تحية كبيرة لخوال لابورتا من خلال هذا اللقاء أعتقد أنه نجح في أن يمر في هذه الأزمة الاقتصادية بزكاء عظيم وأشياء اقتصادية ودخل عديد من الأموال حتى من جيبه الخاص كيف لا والبرسة له الفضل في كل هؤلاء أعتقد أن التعاقد مع اللاعبين الذين قاموا بإتمام التعاقد معهم كان تعاقد عظيم شكرا لك رئيس البارسة على هذه التعاقدات وشكرا لك لجلب هذه السفقات من أجل أن يعود البارسة للمسار الصحيح الآن نحن سعاداء وكما ذكرت من قبل الأزمة التي مرت بها البارسة ومرت بها الكورة العالمية كانت أزمة اقتصادية بسبب الكوفيد أتمنى أن نعود إلى مثل هذا الموقف ليس فقط في أسبانيا وأتمنى أن لا يعود لها أي نادي في العالم لأننا كنا في فترة صعبة عصيبة قدت على أشياء كثيرة داخل البارسة وهي من أكبرت البارسة على بيع اللاعبين لو كلمنا على المركاتو الحالي أهم الصفقات من وجهة نظرك يعني حقيقة يمكن كل خطوط فريق بارسونة تم تدعمها بداية من ليفندوفسكي في خط الهجوم وصولا لكريستينسن في الدفاع وما بينهم بقى رافينيا فرانكيسي كوندي والكلام طبعا على ماركوس ألونسو وعلى أسبليكويتا رأيك في الصفقات وهل بالفعل شايف أنه بارسونة أبرم ونجح في إبرام الصفقات اللي هو محتاجها لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم ولا يتبقى في المركاتو الجديد كلهم مهمين كل الأسماء التي ذكرتها لعبين مهمين أيضا دنبلي دنبلي لعب خاص ولاعب عظيم ولا أتمنى أن يغادر البارسة لنهم مع إنسوفاتي وجابي وبيدري وكما ذكرت كل الصفقات التي أدت للبارسة كلهم مهمون سيقومون بعمل ليجة عالمية وأعتقد أن هذا الفريق فريق كامل متكامل من الممكن أن نتم صفقة أو أخرى خلال الأيام القادمة وخلال الساعة القادمة هذا ما تحدث عنه الصحافة الأسبانية لكن أعتقد أن البارسة الآن يصير بخطة ثابتة وقوية واللعبون الذين يتواجدون الآن في البارسة سيخدون البارسة إلى العودة إلى مرسطة التطويق لكن بصفتي كنت رئيس نادي وأعلم كسة التمييز لا يجب أن أتحدث عن صفقة أفضل من الأخرى كل الصفقات التي أبرمها رئيس النادي ستخدم الليجة الأسبانية وستخدم الكرة في أسبانيا بشكل عام وستخدم البارسة فيه ثلاث أسماء يمكن الجماهير جماهير بارسلونة يمكن مش قادرة تفهم أو تستوعب موقفهم حتى اللحظة مع بارسلونة إما بالبقاء والاستمرار أو إما بالرحيل أولهم الهولندي الدولي منفس دي باي فرينكي ديونج الحقيقة اللي كان يعني حسب ما سمعنا فيه رغبة من إدارة بارسلونة في رحيله رغبة من منشستر في استخدامه والاسم التالت هو بيانيتش النجم طبعا اللي انضم من صفوف اليوفي لكن مشاركاته مع بارسلونة ما كانتش على نفس القدر من الطموحات أو الأمال يعني رأيك في الثلاث أسماء دول وهل سيبقوا مع بارسلونة أم سيرحلوا عن بلاو جرانا انظر هذه أمور تضع دائما على طاولة البرزيدنت الرئيس والرئيس ستحدث دائما مع مجلس الإدارة واللاعبين ويتحدث أيضا مع المدرب آخر شخص يغب أن يأخذ رأيه في هذا الموضوع هو اللاعب إذا ما كان هناك احتياج لللاعب يجب على المدرب اقنعه لأن مجلس الإدارة لا يمكن أن يقنع لاعب بالبقاء أو الرحيل إذا أراد البقاء يجب أن يبقى لأن هذا هو النادى الأعظم في العالم الذي يلعبناه من منهم يستحق البقاء من وجهة نظرة كلهم كلهم لا أريد أن أقلل من إمكانيات بعض أتمنى أن يبقى الثلاثة الثلاثة أسماء أقوى من أي شيء وسيعصدون تشافي لأن تشافي تحدث مع الرئيس أنه يريد اللاعبون لكن كما ذكرت لك وقلاء اللاعبون يتحدثون دائما من أجل إبرام عقود بعوائد مالية خيالية من أجل رحيل اللاعبين لكن تشافي يريد اللاعبون ولا يريد رحيل أي لعب عن البارسة لأن معنى ذلك أن البارسة عندما قام بترميم الصفوف لا يجب أن يتخلى عن القديم القديم لديه خبرة الآن وسيساعد الفريق لكن في نسبة لي سنور خوان جسبرت الرئيس السبق لبرشونا أنا أشكرك شكرا جزيلا شرفته نوارت زي ما بتقوله بالإسباني وكل التقفيل ببرشونا الحقيقة واحد بالفرق الممتعة اللي حتى لو مكنتش بتشجعه لكن لابد أنك أنت تستمتع بالكورة اللي كان بيقدمها ونتمنى أنه يعود مرة تانية للمنافسة على كل الألقاب دي كانت حلقة النهاردة نقفل بقى ونختم بإن شاء الله بإذن الله موفقين ونجحين وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدم عرض قوي النهاردة ويحقل ثلاث نقاط في صراع الفوز بلقب الدوري اللي مازال مستمر وما زلت بأكد أنه مازال في الملعب كل شكرا لحضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي